الحمد لله منزل الكتاب ومجر السحاب إنه المتكلم بكلام لا يعلم حقيقته البشر بقدر ما يعلمه رب البشر سبحانه إنه على ما يشاء قدير أعزاء الشباب أعزاء المستمعين سبق وأن قلنا إن القرآن هو معجزة المعجزات التي تؤكد على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو المعجزة الكبرى إلى قيام الساعة وقد تحدى الله عز وجل به العرب أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بعشر صور من مثله أو أن يأتوا بآية من مثله فعجزوا عن الجميع فدل ذلك على انفراد الحق تبارك وتعالى بالألوهية والربوبية والتصديق على كون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله إلى أهل الأرض أعزاء الشباب الآن في هذه الوحدة نتناول هذا الجانب ألا وهو القرآن القرآن هو كلام الله المنزل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم المتحدى بأقصر سورة منه المعجز في لفظه ومعناه ومبناه وهذا الجانب في دراسة التوحيد له متعلقات عدة فإذا قيل علم الكلام فإنما ينصرف هذا المسمى إلى القرآن لماذا؟ لأن أول كلمة تنازع الناس فيها هي قضية القرآن من حيث إثبات أنه مخلوق أو غير مخلوق ولذلك أبناء الشباب وأبناء الطلبة والطالبات نغوص بك في هذه الوحدة حول النقاط التالية التي جمعناها لك عناصر هذا الدرس تكمن في بيان مجمل اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام أولا مجمل اعتقاد أهل السنة لأن اعتقاد أهل السنة في موضوع القرآن الكريم وفي الرد على أعدائهم أو الرد على خصومهم إنما هو يتعلق بهذا الجانب أيضا سنتحدث عن الأدلة على معتقد أهل السنة في صفة الكلام وكذلك سنبين رأي المخالفين لأهل السنة وخصومهم في صفة الكلام وأيضا نبرز أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وبالأدلة التي تؤكد هذا المعنى كذلك سنقف على قول السلف منه بدأ وإليه يعود من مقصود بقولهم منه بدأ وإليه يعود هذا ما سنتعرض له في حينه إن شاء الله نبدأ عزيز الطالب ببيان النقطة الأولى أما عن مجمل اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام فإن أهل السنة قد تقرر عندهم أن الله تبارك وتعالى يتكلم وأن كلام الله صفة وهذه الصفة حقيقية ثابتة له على الوجه الذي يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه وأيضا استقر في اعتقاد أهل السنة أنه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت بما شاء وكيف يشاء ومتى شاء فكلام الله تبارك وتعالى صفة ذات أي أن هذا القرآن يدل على وجود الذات العلية وأنه نابع منها باعتبار جنسه وأصله وصفة فعل باعتبار آحاده الله تبارك تعالى واحد فكلامه واحد وهو سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء لم يزل متكلما إذا أراد وكلامه سبحانه وتعالى هو اللفظ والمعنى الله ينطق وأيضا لكل كلمة من قرآن الله عز وجل معنا يليق بجلاله سبحانه وليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده هذا هو مجمل اعتقاد أهل السنة في صفة الكلام أما عن الأدلة على معتقد السلف الصالح في صفة الكلام فهي كثيرة المسألة الأولى الأدلة على إثبات صفة الكلام تنوعت دلالة النصوص على إثبات صفة الكلام بذكر الكلام والقول والمنادات وغيرها كما سيأتي أولا نصوص ذكر فيها الكلام يقول تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله انظر إلى كلمة كلم الله فهذه الآية تدل على أن الله تبارك وتعالى قد ذكر الكلام وما دام الله قد ذكر الكلام فهو سبحانه متكلم وأيضا قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا هنا لفظ صريح في إثبات صفة الكلام كما أراد الله حيث كلم الله موسى تَكْلِيمًا وذلك فوق جبل الطور كما جاء في آيات أخرى من كتاب الله كذلك من الآيات ومن الأدلة التي تثبت رأي السلف الصالح في إثبات صفة الكلام لله قوله تعالى إذ قال الله يَا عِيْسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيْكَ هنا القول قال الله من الذي قال الله ومعنى أن الله قال أي أنه متكلم وأيضا قوله تعالى وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ هنا كلمة القيل قال وقيل مشتقات الكلمة القول قال قيل يقولون قلن قالوا هذه المشتقات وردت في القرآن وتدل على أن الله متكلم وقوله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم قولا الآية هنا تؤكد على القول كما سبق وأن قلنا أيضا هناك نصوص ذكرت فيها المناداء والمناجاء وهل يعقل أن تكون مناداته والمناجاء إلا بالقول أيعقل أن ترى المنادات بالهمس أو الإشارة حاش لله إن الله قد أكد أنه نادى وأنه ناجى والمنادات والمناجات فيها إثبات الكلام مباشرة قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ناديناه أي كلمناه وقوله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون نادى ربك أي خاطبه وكلمه يا موسى ائت القوم الظالمين وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فيقول أي آدم لبيك وسعديك فينادي بصوت أو ينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار انظر إلى ينادى بصوت هنا كلام بصوت وقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن الله متكلم بصوت ولكن الحقيقة الكيفية إنما أمرها إلى الله عز وجل لكن كمعشر المسلمين نؤمن بهذا الصوت ونؤمن بأن الله متكلم لكن بكيفية يعلمها الله الآية أكدت الصوت وما دام صوت أي هناك كلام إذن النصوص القرآنية فيها المنادة والنصوص القرآنية فيها القول والنصوص القرآنية فيها دلالة على أن الله متكلم بكلام كل ذلك يؤكد على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الكلام لله الواحد القهار ترجمة نانسي قنقر